عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم ومما يستفاد من الحديث الشريف أن للوضوء فضلا عظيما في حياة المسلم فكما أنه سبب في طهارة البدن فهو كذلك من أسباب محو الخطايا عن المسلم ومما يستفاد أيضا أنه يستحب للمتوضع أن يستقبل معاني هذا الحديث الشريف بآداب العبودية وهو يتوضأ فيرجو من الله تعالى عند غسل الوجه وضاءة وجهه يوم القيامة وعند غسل اليدين أن يؤتى كتابه بيمينه وعند مسح الرأس والأذنين أن يكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويستحضر عند غسل قدميه أن يثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم ومما يستفاد من الحديث الشريف الحث على إسباغ الوضوء ويعني إتقانه وإكماله وعدم التسرع فيه ولو كان بماء بارد في الشتاء والحث كذلك على أداء الصلوات المفروضة في المساجد والتعلق القلبي بمواقيت الصلاة فهذه الأمور مما يرفع الله بها درجة العباد عنده سبحانه ويعفو بها عنهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً رواه البخاري ومما يستفاد من الحديث الشريف بيان فضيلة المواظبة على العبادات فإن المداومة والمحافظة على عمل من نوافل الخير من ذكر أو صلاة أو صدقة إن منعه عذر فلم يعمله فإن الله تعالى يكتب له ثواب هذا العمل تاماً وكأنه عمله وهذا من عظيم فضل الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة رواه مسلم ومما يستفاد من الحديث الشريف بيان فضيلة الزراعة والحث عليها فيسبب الحياة لسائر الكائنات الحية وبنمائها يزداد المجتمع قوة ورفعاً ومما يستفاد أيضاً أن مفهوم الصدقة في الشريعة لا يقتصر على تقديم المعونة للإنسان فقط بل يتجاوزه إلى الإحسان إلى الدواب والطيور وسائر الكائنات فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في كل كبد رطبة أجر عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره رواه البخاري ومسلم ومما يستفاد من الحديث الشريف أن يحرص المؤمن على الأعمال الصالحة التي تقيه من نار جهنم وأن لا يستصغر عملاً من أعمال الخير فقد تكون صدقة يسيرة سبب نجاته يوم القيامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان رواه الترمذي ومما يستفاد من الحديث الشريف أن التوكل على الله أعظم ما يحفظ الإنسان من كل شر فيستحضر خروجه من حوله وقوته إلى حول الله وقوته وهذا من كمال التوحيد ويستفاد أيضاً أنه يستحب للمؤمن أن يذكر هذا الدعاء المبارك عند خروجه من بيته عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم الأكلة هي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة ومما يستفاد من الحديث الشريف أن الله سبحانه يرزق العبد الحامد الصادق الأجور الكبيرة على الأعمال اليسيرة وهو الذي وفقه لأدائها سبحانه فالرضى مقام عظيم يمن الله به على من يحمده خالصاً من قلبه على نعمة من نعمه كالأكلة والشربة ومما يستفاد أيضاً بيان فضيلة حمد الله تعالى فينبغي على العبد أن يحمد الله تعالى في كل أحواله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم ومما يستفاد من الحديث الشريف أن شعب الإيمان أي فروعه ومسالكه التي توصل إلى رضى الرحمن كثيرة وفي تعداد وجوه الخير تيسير على المسلم فقد لا يفتح له في صيام النوافل ويفتح له في الصدقة ونحو ذلك وأن أصل كل هذه الشعب توحيد الله تعالى وأن الأعمال الصالحة دليل على الصدق وقوة الإيمان وأن الحياء من أهم شعب الإيمان فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري ومما يستفاد من الحديث الشريف بيان يسر الشريعة الإسلامية وكراهية التشدد في الدين والحث على استثمار أوقات النشاط والفراغ في طاعة الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل رواه البخاري ومسلم ومما يستفاد من الحديث الشريف الحث على المواظبة على ما يختاره المسلم من النوافل وعدم التقصير فيها فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم ومما يستفاد من الحديث الشريف بيان وجوب الانتهاء عن كل محرم أما النوافل فيأتي بها المسلم بحسب استطاعته وذلك بعد قيامه بالفرائض كما يفيد الحديث الشريف كراهية كثرة السؤال عما لا ضرورة إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري ومما يستفاد من الحديث الشريف وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والبشارة بالجنة لمن وفق لذلك عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم ومما يستفاد من الحديث الشريف أن من ابتدأ عملا من أعمال الخير وقلده غيره كان له مثل أجور من قلده وفي هذا حث على أن يكون المسلم قدوة في عمل الخير سباقا في نفع الخلق كما حذر الحديث الشريف من أن يكون المرء قدوة سيئة لغيره فيجاز على ذنبه وذنوب من قلده من الناس عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومما يستفاد من الحديث الشريف التحذير من كل فعل ليس له أصل في الشرع وأن ما كان يندرج تحت أصوله الصحيحة فليس برد